شهاد كمان التلمودي اليهودي عن شخصية المسيح اللي عاش في القرن الأول الميلادي وبعدين لقيه كمان تقرير لبلاطس البونتي كشيء من الأمور الأثرية لوحة من النحاس مكتوبة عليها رسالة للإمبراطور تبريوس قيسر بشأن المسيح وإيه اللي حصل مع هذا الشخص وإزاي إنه هو تصلب علشان يبرر نفسه في القرار اللي هو أخده والتقرير ده موجود النهاردة في مكتبة الفاتيكان في روما وآخر حاجة أحب أذكرها سورة الحكم اللي نطق به بلاطس البونتي على يسوع وده مكتوب فيه أسماء الشهود اللي شهدوا واللي وقعوا على الحكم من اليهود ومن السنهدريم ومن الناس الرومان والتقرير ده موجود النهاردة في دير الكارثوسيان جنب مدينة نابولي هناك في إيطاليا الشواهد دي كلها تقول أن هذا الكتاب كتاب حقيقي مش كتبوا واحد شخص وهو مش دريان هو بيكتب عن إيه لكنه كتبوه ناس حقيقيين في حقب مختلفة تاريخية مختلفة وبناء على الحقبة التاريخية اللي كانوا موجودين فيها كتبوا وشهدوا عن الموجود اشتركوا في القناة